بصراحة احساس شايماء عمران في الحلقة دي مش طبيعي وابدعت في اغنية صعبة جدا مغربية اندلوسية فرانكو دلعت بيها المسرح وابهرت بيها لجنة التحكيم والكل كان مبسوط وفرحان وتفعلوا معاها جدا من اول الجمهور اللي قاعد خلف لجنة التحكيم الفنان راغب علامة والفنانة انغام والفنان عبدالله الرويشت كل المسرح كان متفاعل مع احساس واداء الفنانة المستقبلية شايماء عمران في برنامج اكس فاكتور الحلقة كانت سخنة جدا وبصراحة شايماء ابداعت وهحاول عرض لكم بعض المقاطع من الحلقة دي وبالتحديد اداء شايماء عمران بس يا ريتي سامحوني على الحقوق واعرف عرضها ولو حضراتكم ما لقتوش مقطع من اداء شايماء عمران في اكس فاكتور اعرفوا ان انا مقدرتش ازيع مقاطع من الحلقة بسبب حقوق الملكية بس ان شاء الله تثبت بصراحة شايماء عمران ابهرت مش بس لجنة التحكيم ده كمان حتى المتسابقين زا ما يلها انبهروا باداءها جدا كلهم كانوا معجبين باداء شايماء عمران ونرجع لبعض تاني الفنان راغب علامة قال تعليق مهم جدا وعن خبرة كبيرة وهو انه قال لها انا كأني بسمع كمبيوتر بيغني يعني الاغنية ما فيهاش غلطة ما فيهاش حاجة خارجة غنتها زي ما الكتاب بيقول عشرة على عشرة ولا اروع كل المسرح تفاعل معها الجمهور ولجنة التحكيم وكمان باكستيج صحابها وزمايلها المتسابقين كلهم تفاعلوا وكلهم انبهروا وتفاجئوا باداء شايماء عمران في الحلقة دي طبعا كل المتسابقين قدوا اداء جميل جدا فيهم اللي حلفوا الحظ وكمل المشوار وفيهم اللي ليه نصيب وفرصة في مكان تاني واكيد مش هي دي النهاية ومش هو ده اللي بيحدد الفنان او بيحدد مشوار الفنان او الموهوب وبصراحة فيه اصوات كتير حلوة وتستحق المنافسة بس بالنسبالي الافضل وزي ما قال الفنان الكبير راغب علامة شرف لينا وجود صوت زي شايماء عمران في برنامج اكس فاكتور تحياتي للفنانة المستقبلية المبدعة اللي بصراحة ابهرتني وانا قاعد بتفرج وبسمعها شايماء عمران من المغرب على الاداء الحلو اللي عملته النهاردة وتحياتي لاخواتي المغربة الغاليين على قلبي اللي مش جديد عليهم التميز في كل المجالات بصراحة ودايما بيفجأوا العالم كله بامكانياتهم الرهيبة في كل المجالات هنستنى اسبوع كامل عشان نسمع ونشوف المتسابقين في برنامج اكس فاكتور والتصفيات شغالة والحلقات هتسخن اكتر واكتر والمنافسة هتجبر ما بين اصوات كتير حلوة واكيد نتمنى التوفيق للجميع والفوز لمن يستحق والرأي الاول والاخير للجنة التحكيم الفنانين العبقرة الخبرة راغب علامة انغام عبدالله الرويشد منتظرين يوم الاتنين اكس فاكتور عشرين تلاتة وعشرين بفارغ الصبر وشوفكم على خير في حلقات تانية كتير ما تنسوش اللايك والشير ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد انا مصطفى شريف دمتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته